السلام عليكم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الجزء ده هنتعلم ان احنا نحسب حاجة اسمها الجي سي دي او الجريتست كومون ديفايزور وهنتعلم اهميته وبيستخدم في ايه في البداية خالص لو انا عندي اي رقمين وليكن مثلا 24 و 30 فانا ممكن اجيب كل القواسم بتاعة الارقام دي يعني الاربعة وعشرين بتقبل على الواحد والاثنين والثلاثة والاربعة والستة والتمانية والاثناشر والاربعة وعشرين والثلاثين بتقبل على الواحد والاثنين والثلاثة والخمسة والستة والعشرة والخمستاشر دي مجموعة القواسم اللي كل رقم بيقبل الاسم عليها يعني الاربعة وعشرين بتقبل الاسم على كل دول والتلاتين بتقبل الاسم على كل دول في هنا قواسم مشتركة ما بين الاثنين يعني الاربعة وعشرين والتلاتين الاثنين بيقبلوا على الواحد والاثنين بيقبلوا على الاثنين ولكن انا بدور على اكبر رقم موجود في الاثنين دول فاكبر رقم مشترك ما بين الاثنين دولات هو الستة فبالتالي بنقول ان الستة ده هو الجي سي دي ما بين الرقمين هو الجي سي دي ما بين الرقمين اللي هما 24 و 30 عندنا تعريف تاني برضو مهم جدا اسمه الـ L-C-M وهو اختصار للليست كومون مالتبول او المضاعف المشترك الاصغر وهو لو احنا بصنا على تعريف الاتنين فاحنا عرفنا الجي سي دي على ان هو اكبر رقم الرقمين بيقبلوا الاسم عليه لكن الـ L-C-M هو اصغر رقم بيقبل الاسم على الرقمين يعني اصغر رقم بيقبل الاسم على 24 وبيقبل الاسم على 30 الـ L-C-M عشان نحسبه ببساطة خالص بنقول ان الـ L-C-M ما بين اي رقمين A و B فهو عبارة عن حاصل ضرب الـ A في الـ B على الجي سي دي ما بينهم فاحنا بالتالي لو احنا عايزين نجيب الـ L-C-M ما بين الـ 24 والـ 30 فاحنا نقول ان ده بيساوي هنضرب الـ 24 في الـ 30 ونقوم اسمنهم على الـ 6 اللي هو الجي سي دي ما بين الرقمين دول فلو اختصرنا الـ 30 مع الـ 6 يبقى فوق 5 5 في 24 هتبقى بـ 120 يبقى لـ L-C-M بينهم بـ 120 فالـ 120 هو اصغر رقم بيقبل الاسم على الـ 24 وبيقبل الاسم على الـ 30 اهو لو انت جربت تقسمه فتقول له اقسم لي الـ 120 على الـ 24 يقول لك فيها الخمسة ولو قلت له اقسم لي الـ 120 على الـ 30 هيقول لك فيها الـ 4 طبعا كده واضح ان الطريقة سهلة جدا ان انا احسب الـ G-C-D واحسب الـ L-C-M الـ G-C-D هجيب الفاكتورز بتاعت كل رقم واشوف اكبر رقم مشترك ما بين الـ 2 هو الـ G-C-D ولو حبيت احسب الـ L-C-M فانا هضرب الرقمين في بعض وقسمهم على الـ G-C-D طبعا الطريقة سهلة جدا ولكن لو الارقام كبيرة هتبقى في مشكلة يعني على سبيل المثال مثلا لو احنا حبينا ان احنا نحسب الـ G-C-D والـ L-C-M ما بين رقمين كبير شوية يعني نقول مثلا ان انا عندي مثلا 526 و 646 علشان نجيب الـ G-C-D ما بين الرقمين دول فاحنا اتفقنا ان احنا الاول هنجيب القواسم الخاصة بكل رقم فعشان نجيب القواسم الخاصة بالـ 526 اتفقنا ان احنا هنمشي لغاية جازل الرقم فانا اول حاجة اعملها ان انا هجيب الجازل التربيعي للـ 526 فطلعت بـ 22 وشوية فانا هكتب قدامي كده الارقام من اول واحد لحد اللي 22 والرقم الثاني هعمل نفس العملية عليه فهنجيب كل الارقام اللي اول هجيب جازل الرقم فيطلع بـ 25 وشوية فانا هكتب كل الارقام من اول واحد لحد الـ 25 وهشوف ايه الارقام في دول اللي هو بيقبل الاسم عليها وبيطلع ايه لانه هو بيقبل الاسم على الرقم ده وبيطلع رقم تاني يعني الاول نشوف هو بيقبل الاسم على ايه فانا اقول له هنا same لده فاقول له هاتلي موديولاس الرقم اللي هنا ده هدوس F4 وكل رقم من الارقام دي يعني هاتلي بقي اسم الـ 526 على الواحد والالتنين والتلاتة وهكذا فلا يديني صفر يبقى بيقبل الاسم عليه فاحنا هنا ده صفر بيقبل على الواحد وبيقبل على الاتنين هل في صفر تانية ممكن نعلم العمود اللي شوية دولت كده ونقول له ونقول له highlights here rules equal to zero يعني هاتلي الخلايا اللي هي اللي بتساوي zero فزي ما احنا شايفين هو هنا ما بيقبلش الاسم غير على الواحد والالتنين وبيقبلش على حاجة تانية فكده تمام جدا احنا بقى هنشوف بيقبل على الواحد فيها كام فانت لما تقسم الـ 526 على الواحد فيها الـ 526 فهو بيقبل على الواحد وبيقبل على الـ 526 وبيقبل على الـ 526 وبيقبل على الـ 526 وبيقبل على الـ 526 وستين والخمسمائة ستة وعشر نبدأ نشوف الستمائة ستة واربعين فانا هقول له هنا ده بيساوي وهقول له الدلة الخاصة بالموديولاس فاقول له بيساوي موديولاس الرقم ده وكل رقم من الارقام دي فطبعا هو بيقبل على الواحد وبيقبل على الاتنين برضه هعلم على الخلايا دي كده واقول له علم لي اللي بيساوي صفر فنلاقيه بيقبل على كل الارقام اللي هي اللي قدامها صفر دي يعني بيقبل على الواحد والاتنين بعد كده بيقبل على الستاشر والسبعتاشر فقط فاحنا بقى ممكن نقوم كدبينهم كده في الجنب هنا يبقى بيقبل على الواحد والاتنين والسبعتاشر والتسعتاشر هنا هنقسم كل رقم هنقسم الستمائة ستاربعين على الاربع ارقام دول عشان نشوفها يطلع بكم فهنقول له بيساوي هتقسم الرقم ده على الرقم ده فيبقى هي دي القواسم بتاعة الستمائة ستة واربعين فالستمائة ستة واربعين بيقبل اسم على الواحد والاتنين والسبعتاشر والتسعتاشر والاربع وتلاتين والتمانية وتلاتين والتلاتمائة وتلاتين والتلاتمائة وتلاتمائة 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 وتل وحضرتك لو كتبت على طول هنا دلت الجي سي دي قل له هاتلي الجي سي دي ما بين الرقم ده والرقم ده هيقول لك بيساوي اثنين لو عايز تجيب ال L C M ما بينهم فانت هتعمل نفس القانون هتقول له اضرب ال 526 في ال 646 واللي يطلع يقسمه على ال اثنين اللي هو الجي سي دي ما بينهم فيبقى ال L C M بالرقم ده فيبقى انت كده قدرت انك انت تحسب ما بينهم الجي سي دي وتحسب ما بينهم ال L C M فيبقى ال 526 الجي سي دي باثنين وال L C M بالرقم ده طبعا واضح انها طريقة طويلة جدا واخدنا وقت كبير جدا عشان نحسب الجي سي دي وال L C M وعملنا عمليات حسابية كتير جدا فاحنا دلوقتي هنجرب ان احنا نشوف طريقة تانية لحساب الجي سي دي وال L C M ابسط من كده فالطريقة اللي احنا هنتبعها هنرجع للمثال البسيط اللي كان معنا ان احنا عايزين نجيب الجي سي دي ما بين L 24 و L 30 فلا يحصل ببساطة خالص ان انا هحلل كل الرقم من دول لعوامله الاولية فقط يعني هقسمه كل الرقم امسكه واقسمه على الاعداد الاولية لبيه ابدأ بالل 2 وافضل اقسم الرقم على 22 لغاية لما معادشين فايتقسم أو مقسمه على العدد الأولي اللي بعده اللي هو الثلاثة وهكذا سمع الثلاثة فيها الخمسة فكده الاثنين والثلاثة والخمسة دولت أعداد أولية فخلاص ما عدتش عرف حلل عن كده فاحنا كده نقدر نكتب ان الاربعة وعشرين بتساوي الاربعة وعشرين بتساوي احنا هنا اسمنا على الاثنين كم مرة واحد اتنين تلاتة فيبقى الاربعة وعشرين بتساوي اسمنا على الاثنين تلات مرات فيبقى هنا اتنين قس تلاتة في الثلاثة زي ما احنا شايفين الاربعة وعشرين ثلاثة اثنينات في ثلاثة وبالنسبة للثلاثين فاحنا لما نبص على الثلاثين هنلاقي ان احنا اسمنا على الاثنين مرة واحدة واسمنا على الثلاثة مرة واحدة واسمنا على الخمسة مرة واحدة علشان احسب الجيسي دي والالي سي ام ما بين الاربعة وعشرين والثلاثين فأنا محتاج أواحد الأساسات الأول فأنا ممكن أكتب الـ 24 دي بتساوي أنا عندي هنا الرقامين اللي هم الـ 24 والـ 30 فيهم 2 و 3 و 5 فأنا أكتب هنا 2 و 3 و 5 الـ 24 بتساوي 2 قص 3 في 3 قص 1 في 5 قص 0 لأن 5 قص 0 ب 1 فكأنها ملهاش أي تأثير والـ 30 بتساوي الـ 2 والـ 3 والـ 5 قص 1 لو أنا عايز أحسب الـ GCD ما بينهم فأنا بقول إن الـ GCD ما بين الـ 24 والـ 30 بتساوي أهم كتب الـ 3 أرقام اللي هم الأساسات اللي عندي الـ 2 والـ 3 والـ 5 وأخذ القص الصغير يعني هنا 2 هنا 2 قص 3 و 2 قص 1 فأنا أخذ القص الصغير اللي هو 2 قص 1 فأهم كتب هنا 2 قص 1 هنا 3 قص 1 و 3 قص 1 فأخذ أي واحد فيهم فيبقى هنا 3 قص 1 وهنا 5 قص 0 و 5 قص 1 فأنا أخذ القص الصغير اللي هو 5 قص 0 فلما نحسب الحزبة دي 2 قص 1 ب 2 في 3 قص 1 ب 3 يعني بتساوي 6 وإحنا كنا حزبين الجيسي دي ما بينهم بـ 6 قبل كده لو أنا عايز أحسب الـ L-C-M أخذ القص الكبير فأنا عايز أحسب الـ L-C-M ما بين الـ 24 والـ 30 فأنا بنفس الطريقة ههم كتب أدل الـ 2 وده الـ 3 وده الـ 5 وأخذ القص الكبير يعني هنا 2 قص 1 و 2 قص 3 فيبقى أخذ 2 قص 3 وهنا 3 قص 1 و 5 قص 1 فكأنك أنت بتضرب 2 قص 3 بـ 8 في 3 في 5 اللي هي بتساوي 120 هنأخذ مثال تاني على تطبيق الطريقة التانية في حساب الجيسي دي فأنا لو أنا عايز أحسب الجيسي دي والـ L-C-M ما بين الـ 84 والـ 150 مثلا فأحنا هنمسك كل رقم من دونه ونبدأ أن احنا نحلله فأحنا عندنا الـ 84 لما أقسمها على الـ 2 فيها الـ 42 والـ 42 يسا بتقبل على الـ 2 فأقسمها على الـ 2 يبقى فيها الـ 21 والـ 21 ما بتقبلش على الـ 2 فالرقم اللي بعد الـ 2 على طول اللي هو الـ 3 فلما أقسمها على الـ 3 فيها الـ 7 وكل الأعداد ديها تبقت أولية خلاص ما عادش ينفع أننا نحلله كذلك الـ 150 لما أقسمها على الـ 2 هيبقى فيها الـ 75 75 ما عدتش بتقبل على ال 2 أجرب الرقم الأولي لبعده اللي هو الثلاثة فلما أسمعها على الثلاثة فيها 25 25 ما عدتش بتقبل على الثلاثة فهجرب الأولي لبعده اللي هو الخمسة فبتقبل على ال 5 فيها الخمسة وبالتالي كل الأعداد دي أتأولي فأنا أقدر أكتب اللي 84 إن هي بتساوي 2 قص أنا هنا أسمت على ال 2 مرتين فيبقى 2 قص 2 في 3 قس واحد في 7 قس واحد والمئة وخمسين هكتبها ان هي بتساوي 2 قس واحد في 3 قس واحد في 5 قس اثنين طبعا مش هيحصل اي حاجة لو انا زودت فوق 5 قس صفر وحطيت تحت 7 قس صفر علشان يبقى الاساسات كلها متشابه لما حب احسب الجي سي دي ما بينهم فبقول ان الجي سي دي ما بين الاربعة وتمانين والمئة وخمسين هتساوي اكتب الاربعة ارقام الاساسية اللي عندي اللي هي الاتنين والتلاتة والخمسة والسبعة واخد القس الصغير فانا عندي هنا اتنين قس واحد واثنين قس اثنين يبقى اخد القس الصغير اللي هو بواحد هنا تلاتة قس واحد تلاتة قس واحد يبقى واحد خمسة قس صفر وخمسة قس اثنين يبقى 5 أس صفر هنا 5 أس صفر و 5 أس 2 فباخد الأس الصغير و 5 أس صفر و 7 أس صفر و 7 أس 1 فأخد الأس الصغير و 7 أس صفر بعد كده هضرب الأرقام دي في بعض في 5 أس صفر و 7 أس صفر و دولات بواحد يبقى كنا هضرب 2 في 3 ب 6 فيبقى الجي سي دي ما بينهم بيساوي 6 لو حبيت أحسب الـ L-C-M فالـ L-C-M ما بين الـ 84 والـ 150 هيساوي هكتب برضو أرقام 2, 3, 5, 7 واخد الأس الكبير فهنا 2 أس 1 و 2 أس 2 يبقى 2 أس 2 3 أس 1 3 أس 1 بواحد 5 أس صفر و 5 أس 2 يبقى 5 أس 2 و 7 أس صفر و 7 أس 1 يبقى ب 7 أس 1 فكأننا عايز أضرب دلوقتي سوري في تعليقه في تعليقه فأنا عايز أضرب دلوقتي 4 في 3 في 25 في 7 اللي هي بتساوي 2100 فيبقى الـ 84 و 150 2100 التفرس 2 teil